بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ في هذا الجزء من المحاضرات في تناول الخطة الإدارية ويتوقع أن تكون بعد هذا الجزء من المحاضرات قد تفهمت أولا مبادئ أعداد الخطة الإدارية ثانيا كيفية أعدادها ثالثا مسؤولية أعداد الخطة الإدارية ومستويتها وسنبدأ أولا في شرح مبادئ أعداد الخطة الإدارية ثم نتناول مراحل إعدادها أولا مبادئ أعداد الخطة الإدارية التخطيط وأعداد الخطة ليس رغبة يمكن أن تتحقق بمجرد إصدار قرار إداري فهناك أولا بعض الاعتبارات التي يجب أن تأخذها في الحسبان من قبل أي إدارة تقوم بإعداد خطة إدارية أهم تلك الاعتبارات أولا اقتناع الإدارة بأهمية التخطيط ثانيا تعيين شخص أو إدارة تكون وظيفتها الإشراف على إعداد الخطط والتنصيق مع الإدارات التنفيذية في المنظمة في وضع المعيير وفي جمع المعلومات والبيانات وتحليلها ومساعدة من يقومون بإعداد الخطط الفرعية وتسهيل تنفيذ تلك الخطط ثالثا وضع خطة للتخطيط بمعنى أن الإدارة تقرر الوضع أو المستوى الإداري لوظيفة التخطيط بين الوظائف الإدارية المختلفة في المنظمة وكذلك أن تحدد النتائج المطلوبة من التخطيط والعمليات المطلوبة فيها والأشخاص المطلوبين للتنفيذ تلك المهام التخطيطية وكذلك وضع الإدارة التنظيم لجهاز التخطيط المطلوب ويشمل ذلك تحديد أهداف التخطيط اتنين تحديد المركز أو المستوى الإداري للتخطيط والعلاقة بين هذه الوظيفة والوظائف الإدارية الأخرى ثالثا تحديد العمليات المطلوبة والأشخاص أو الأقسام المنفذين لها رابعا تحديد قنوات للتصالات والمعلومات اللازمة للتخطيط خامسا تحديد واجبات الأفراد الوظيفية المنتمينة لإدارة التخطيط المبدأ الرابع اشراك المديرين منذ البداية منذ تقرير الحاجة إلى التخطيط بمعنى اشراكهم في تحديد الأهداف واختيار البدائل والأسليب التخطيطية حيث أن مثل هذه المشاركة تقوي شعور المديرين بالأهمية والانتماء وترفع معنوياتهم وتزيد من اقتناعهم بضرورة متابعة الخطط المرسومة والتي شاركوا في إعدادها سنبدأ الآن في تناول مراحل إعداد الخطة الإدارية تمر عملية إعداد الخطة الإدارية بخمسة مراحل أولا تعريف موضوع الخطة وتحديد أهدافها في هذه المرحلة يجب أن تكون موضوع الخطة واضح ومحدد من البداية فمثلا لا يكتفع أن نقول أن هدف الإدارة هو توسيع المصنع بل يجب أن يكون هدف الإدارة محددا فيه المكان والمساحة التي يتطلبها مثل هذا التوسع وما هي الخدمات التي يجب إتمامها من أجل التوسع كتمهيد الأرض وأخراج المياه وغيرها المرحلة الثانية جمع المعلومات وتحليلها أولا يجب جمع المعلومات عن الوضع الماضي وعن الوضع الحالي الداخلي والخاريجي لمنظمة أولا بالنسبة للوضع الحالي الداخلي لمنظمة يجب على الإدارة أن تقوم بدراسة البيئة الداخلية بهدف تحديد الإمكانيات المتاحة لها ونقاط القوة والضعف في إدارتها أما بالنسبة للوضع الحالي الخاريجي لمنظمة يجب على الإدارة أن تدرس البيئة الخارجية لتحديد ما بها من فرص بهدف اختنامها أو تهديدات بهدف تجنبها ثانيا جمع المعلومات والتي يجب أن يتم تصنيفها لتحديد مدى فعلياتها في عملية التخطيط المبدأ الثالث تحديد الإفتراضات فإضافة إلى المعلومات التي تم جمعها يجب على الإدارة أن تحدد إفتراضات معينة حول الظروف الداخلية والخارجية المؤسرة في خطة واتجاهات هذه الظروف المستقبلية وهذه الإفتراضات تأخذ شكلين هما ألف الإفتراض بأن ظروف المستقبل قد تكون سيئة با الإفتراض بأن ظروف المستقبل قد تكون جيدة مع ملاحظة أنه يجب أن لا نكون متفائلين أو متشائمين بنسبة 100% عند أداد الخطة بل يجب أن يكون هناك مرونة في الإفتراضات حتى يمكن التكيف مع الظروف المستقبلية المبدأ الرابع اختيار بدائل الخطة وتقييمها في هذه المرحلة يجب على الإدارة إعداد مجموعة من الخطط البديلة التي يمكن تطبيقها في ضوء الإفتراضات السابقة سواء كانت تلك الإفتراضات سيئة أو جيدة قد تقوم الإدارة بتعديل أهدافها وفقا لذلك وبعد ذلك تقوم الإدارة بتقييم هذه البدائل في ضوء كل من المزايا وعيوب والتكلفة والعائد في كل بديل المبدأ الخامس الاختيار الفعلي للخطة إن بعد تحديد الخطة الأفضل يجب على الإدارة أن تتخذ القرار لتنفيذ هذه الخطة وقبل ذلك يجب على الإدارة أن تحاول الإجابة على الأسئلة التالية ما مدى سهولة أو صعوبة التنفيذ هل ستحصل خطة بقبول جميع العاملين في المنظمة هل تتميز الخطة بالمرونة والقابلية للتعديل وما هي الإمكانيات المادية والبشرية المطلوب تنفيذها وسيتم إدراج شكل يوضح مراحل إعداد الخطة الإدارية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر